اشتركوا في القناة اعلم بيك كابل متعرف طبعا عن الرياضه عايزين نتعرف على حدريك اكتر انا بطبع رياض لعب كنت في انتخب بص في الجودو سابقا نعي تجاهت ب Jonah York سابقا بعدها أعزين شيء يا أستاذ نعرف من حدريك ايaw meso والله يا رياضا اصطور ايبه حيال من غير الرياضه مش حابق WORDC طبعا عندي له مشكلة يعني بعدين رياضة بتحمي من امراك كتير جدا زي امراك السمنة المرأة العصر أمراض السيملة طبعا بيأصحبه اللي هو أمراض القلب أمراض الخشونة أمراض كتير جدا الانزولاك الغدروفي فطبعا الرياضة مهمة جدا وبعدين الرياضة برضو مهمة جدا اللي اسمها إيه يعني الأمراض كتير عمت أمراض الخشونة المناعة المناعة سوريا المناعة أين أين أكيد أستاذ طاري أهلا وسهلا بحضرتك نورتنا ونورت البرنامج صباح الخير وصباح الورد على مشاهدين الكرام النحاردة نتعرف أن الحلقة بتاعتنا مهمة جدا زي أستاذ آية ما قالت بلاحظ كتير ناس بتروح الجيم خايفة سيدات يروحوا الجيم يطلع لهم عضلات وفي نفس الوقت بلاحظ أن فيه فعلا سيدات طلع لهم عضلات طب إيه الحوار دوت طب إيه النصائح اللي بتقدمها هنا للسيدات ما يخافوش يروحوا طب إيه النصائح الحدق بتقدمها يعني بلاقي سيدات عمضهم عضلات طب إيه النصائح الحدق بتنسح طيب بص حضرتك أولا عشان نتكلم صاحب في الموضوع مفيش حاجة اسمها عضلات مفيش حاجة اسمها للسيدات أنا هعمل عضلات على طول احنا المبدأ المبدأ الأول اللي أنا عشان يعني كاست طبعا هتروح تتمرنه كده تمام آآ لازم تشيل أوزان بكمية معينة يعني مثلا أنا بشيل مثلا في الباي سيبس مثلا بشيل 30 كيلو هل هي تقدر تشيل 30 كيلو نعدي لها قعدة سابتة الضخامة العضلية بأوزان يعني عشان نعمل ضخامة عضلية لازم أشيل أوزان فبالتالي هي مش هتقدر تعمل الموضوع ده عشان ما عندهاش آآ قوة مقدرة أو مقدرة للموضوع ده أصلي السيدات أونوسة آآ ما يطلع لها عضلات هتلبس زي وربنا يدينا طبعا جسم كاكيد معايا جسمنا غير جسم السيدة أو المرأة آآ طبعا بالنسبة تقولت دلوقتي اللي هما فيه بيطلع لهم عضلات آآ فيه بيطلع لهم عضلات طبعا نحسنها ازاي موضوع بسيط قوي تمام هما بيلعبوا على السترويد الحؤن الدخيلة وبيلعبوا على البودرات أو المكملات الغذائية طبعا لما بياخدوا الموضوع ده احنا عندنا طبعا كلنا عندنا حاجة اسمها هيرمونيتيتستيرون تمام وزي ما الرجال عندها هيرمونيتيتستيرون اللي هو بيلعب على الضخامة العضلية السيدات برضو عندهم حاجة اسمها هيرمونيتيتستيرون بس احنا عندنا بشكل عالي وهم عندهم بشكل مرخفض لما بياخدوا الحؤن الدخيلة دي بيعلى معاهم الهيرمون فبالتالي بيعمل ضخامة عضلية دي الطبيعة عندهم بتاعت السيدات دي طبيعتهم صحي بس طب ايه المشكلة يعني ليه يعني يا ربو عضلات يعني فايدتها ايه مثلا؟ لا ممكن بيلعبها غلط بيلعب الحاجات غلط يعني فيه حاجات بيشروها مش المفروض ان هم بيشروها لا ما هي مش لا لا مش بتتأس كده هو العضلات زي ما نقول لسه عال دلوقتي لما بياخدوا مكمل غذائي المكمل بتاعنا البودرات مع الحؤن بيعلى الهيرمون اللي هو فيه حاجة اسمها عندنا هيرمونتيتستيرون ده بيبقى عند الراجل ده بيبقى عالي فبيعملين لنا دخامة عضلية هم بيعلىوا برضو هو عندهم بيبقى أهلي مننا فلما بيعلى الهيرمون ده بيحصل مشكلة طبعا بيعملهم مع التمارين مع التمارين مع الوقت ومع الأيام بيعملهم عضلات بس مش عضلات زي برضو بتاعتنا يعني عضلات اللي هي العادية بس الدهون طبعا هم مش يعني الموضوع صعب جدا بالنسبة للدهون اللي هم يعملوا عضلات بالنسبة للهما تلسه دلوقتي سأليني السؤالي الأولاني اه طبعا الدهون عشان يوصلوا مرحلة العضلات عاوزة وقت كبير جدا وعاوزة سنين وعاوزة تعب عشان يوصلوا لكده لأن السيدات طبعا بيبقى الدهون عندهم أكتر من الرجال من الرجال طبعا فعاوزة وقت يعني طب يعني السيدات عادي يروحوا الجيم وما يخافوش من العضلات خالص يروحوا يعني ما يفكروش هيخافوا لا ما يفكروش لأن هم هيروحوا مفيش أي مشكلة هيلعبوا عادي ويتمرانوا عادي لأن هم طبعا مش هيقدروا يشيل الأوزان بتاعتنا دي بصي دي حاجة معرفة السيدات عمرهم ما يشيل الأوزان الرجالة لأن احنا عدلنا زي ما قولت قاعدة سابتة مش متغير طبيعة الجسم جر طبيعة جسمنا جر 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 جسم السابق وأوزاننا احنا عشان نضخم العضلة بنضخم العضلة ازاي بنضخمها بالأوزان والأعداد الأوليلة هل هم يقدروا يلعبوا أوزان بقاوزانت قيلة يعني مش استحيلة استحيلة طبعا كابت انطرق فيه سيدات كتير بتاعني من دوالي بتاعني من وجه الرجلين ايه الحل في ده طازك الخشولة يعني بص حضرتك الخشولة دي مش سيدات بس لا هو سيدات ورجالة والكل يعني والرياضيين برضو عمت أنا هتكلم من ناحية الرياضية أولا الخشولة بتبقى عمليت سمنة في المقام الأول احنا تعرفنا نص الرجل بتبقى شايلة نص الجسم والرجل التانية شايلة نص الجسم فطبعا السمنة عاملنا مشكلة في الموضوع ده فلازم اللي احنا نقلل من جسمنا انا ما تكتفي فيه فيديو حضرتك كنت جايبه اه كافية فيديو بتاع الناس اللي بتشتكي من الأرداف والرجل لا الأرداف ولا خشونا الأرداف هل نتكلم عن الأرداف دي حاليا بزيعة تمام الأرداف عمتا كتير قوي سيدات بتعاني من الموضوع ده يعني كتير من السيدات بيعاني من الموضوع لا أسبابها للأكل الأكل غير صحي تمام طبعا نمعظمنا منأكل أكل غير صحي وبنربي في كمية الدهون صحيح طبعا بيرمي مع الجسم كله بس طبعا عند السيدات عندها طابع خاص بيبقى في الرجلة أكتر معيها والكرش والأرداف أنا عملت ثلاث تبارين معينين كده أقوية جدا على فكرة يعني عملت ناقتهم وسط تبارين كتير تبارين مهمة وهمة بس أنا عاوز برضو أتكلم في حاجة مهمة مفيش دهون بتنزل في ملاطق معينة من غير تصبيت أكل عشان طبعا كله من الأكل نعم كله بييجي من تجاه الأكل كله بييجي من الأكل الصحي مش الأكل غير صحي مع التمارين الأرداف هتنزل يعني التمären اللي أنا عملها دي الأرداف هتنزل من غير التمارين يعني لو إحنا ما زبطناهش الأكل الأرداف مش هتنزل والرجل مش هتنزل على الأهل خالص التمارين حتى لو أنت مش هتظبت أكل يعني حتى لو أنت مش هتظبت أكل في حاجة أنا برضو عملها بالنسبة للتمارين هت somm controlar shit my shit the Sean guy he okay likely he he لكن مش تنزل دهول. هنتظفت اكل يبقى الموضوع كده يبقى تمام أولد يعني كل الشكاية الأستاذي آية تظبيت اكل يبقى الرواقم مع الرياضةAP في نظام غذائي في رياضة هل معان جسم سليم من غير الاتنين معي معي؟ هتوبعنا فيه مشكلة هيبقى معانا مشكلة طيب كابتن طاري أنا ملاحظة برضو من فترة كبيرة أن مؤثم الناس كل الناس بتعاني من خشونة المفاصل سواء كبير أو صغير وخصوصا طبعا بنعاني السيدات على طول من خشونة المفاصل أنا رجلي بتوجعني رجبتي بتوجعني وملهوش ده بسيروش إيه الحل طيب إحنا عايزين حل بل للمس كنت لسه هتكلم فيه بس إيه أنا افتكرته هو هرجع تاني وقولك السمنة أول حاجة السمنة لازم نخس لو وزنك معدي لازم نخس عشان إحنا بنحمل على الركب لما بنحمل على الركب بيعملين عملية خشونة في الركب دي حاجة تاني حاجة أنا بكلم الجانب الرياضي أنا مليش علاقة بالجانب التب دي حاجة تانية على فكرة بتعالج الخشونة آه واضح وصولي فيه الدرج أنا بطلع على السلم مثلا مرة واحدة بيعمل خشونة قلة الميا قلة الميا عنصر مهم جدا العنصر اللي أنا مش بديل جسمي جسمي بيثبت أو بيمسك في العنصر الموجود بمعنى زي مثلا الميا أنا مبدخلش ميا في جسم معايا؟ بيعمل لي مشكلة طبعا في الميا الموجودة بتتحبس تمام يعني عندي الميا الموجودة بتتحبس فلازم إلا أنا دخل الميا عشان الميا اللي جوا تخرج للمعادلة دي بقى لمعادلة آه معادلة يعني حاجة تدخل حاجة بردو فيه تمرين بالنسبة للرياضين تمرين معين كده في الرجل تمرين سواء سكوات التمرين ده طبعا لما بلعبه وبطلع عليه الآخر معايا بضغط على الرجبة بتعمل خشونة فيه الجري لأنا بجري مثلا في مكان مش مخصص أو مش مهيأ للجري بجري بشوز غير مهيأ فيه تعارفة الشوز طبعا للجري الرياضي غير الشوز اللي هو العادي اللي احنا بنمشي فدي كلها معايا عاملنا طبعا مشكلة يعني كل ده عاملنا مشكلة للرب يعني هي ممكن الخشونة دي التأثر على الرجل تورمها؟ أنا عوازه أوليك على حاجة مهم قوة بلمانس الخشونة ملاش علاج للأسف الشديد بس ممكن إحنا نعمل زي أنا عامل تمرين فاقوية على أقل خالص بتزبط فعلا بتزبط ما بقاش يوجع للي تعارفة اللي عنده خشونة حاجة من الاتنين يبقى عنده وجع على طول ودي مشكلة كبيرة يبقى عنده وجع بيروح وبييجي التمرين اللي أنا عاملها دي إن شاء الله بإذن الله يعني هتطول لأن انت عارفة اللي هو الغدروف الخشونة دي إيه؟ الغدروف بيتأكل من الضغط عليه ما نقدرش نجيب غدروف تاني بدانه لا لا أكيد نتفهم القصة؟ فلازم اللي إحنا نحاول اللي إحنا إيه؟ التمرين دي برضو هترجع يعني مش يبقى فيه وجع زي الأولي تعمل ليونة هتعمل لك مرونة هتعمل تخفيض ملق صح؟ فعلا يا أستاذ آيال كتير روحوا عشان يعالجوا الخشونة دي تكتر قد تجيهم مسكنات مسكنات مش علاج وبعد فطرة المسكن ده بترجع تاني الخشونة وبيرجع تاني الوجع أيوة المسكنات فيه فرق عشان فيه ناس كتير بتتكلم في المضوع ده يا جماعة مفيش علاج للخشونة مفيش دراسات لحد الآن واصلة بوضوع الخشونة المضوع كله مسكنات تمام وشي صار طب الناس اللي قاعدة في البيت وعلي ستتمرن يعني حبارك بتعمل فيديوهات تنزلها وكده؟ أنا بعمل فيديوهات فعلا وبنزلها وحسب بقى ممكن يلعبوا كارديو فيه تأميرين مثلا في البيت مثلا يتمشوا معايا بتتكلمي بشكل عام صح؟ ممكن يتمشوا المشي ده مفيد جدا للجسم برضو يعني حاجة كويسة لازم يحركوا جسمهم معنا صح؟ شغل البيت اصلا الدورة الدموية تمشي يمشي يعمل اكتر من تمرين الدورة الدموية لازم اللي هي تمشي ما يفعش نحن نروحة طوله النهار دي هتعمل لك مشاكل كتير في حاجات كتير قوي أكيد خلي بالك في عبارة كتير في مشكلة بالوقتي عند الرجال هي الكرش ايه بقى اسبابها وازاي نحلها طيب بص يقول لحضولك حاجة الكرش ده لازم نعرف اسبابه لما نعرف اسباب الكرش دايما بيقول الكلمة دي لما نعرف اسباب الكرش هنحلها ده الاول نازم نقفله دايما بيقول كده نقفل ده هنقفله ازاي نقفله ازاي من الاكل الغير الصحي ما ناكلش بقى مكارونا يعني مثلا نمنع المكارونا نمنع الرز اللبيض ممكن نستبدله برز أنا بقوله حلول عشان الناس ما تسألش نستبدله برز بني هنا بتاوحدة بس طبعا الرز البني افيد السكريات محليات الصناعية بشكل عام العيش اللبيض العيش اللبيض مهم جدا احنا برضو في مشكلة المكارونا الحاجات دي كلها طيب احنا عايزين لو احنا منعنا الحاجات دي هتبقى حاجة كويسة اول جسمنا والسلطة اللي هو الفايبر او الالياف بيبقى فيها الياف اللي هو طبعا السلطة اللي احنا بنعمله ده اللي هو فيه الجزر مع الخيار مع الطماطم مع 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 ده جامعة مفيد جدا فيها الياف والجسم محتاج الياف طبعا السلطة مهم جدا للأسف ممكن نستخدم شاي اللاخدر بالنسبة للمشروعات شاي اللاخدر كوبايتين مش اكتر يعني او ثلاثة بس انا معتقد ده للتخسيس يعني كابتن ده تخسيس ما احنا دلوقتي مش نتتكلم عن الكرش طيب ما الكرش برضو تخسيس انا مش هخس يعني مش الكرش بس اللي اخس كده جسم كله ما احنا برضو انا باتكلم بشكل عيني معايا الشاي اللاخدر مفيد او معنى من انت تشرب شاي اخدر يقول انت جسمك هيخس على طول على فكرة الشاي اللاخدر بيحرق فيه من خمسين لسبعين سعر حاليا بيحرق مش اكتر بيعمل اتحرق والاوى برضو نفس القصة الحاجات دي مش ضرر على فكرة ده مشروب عادي ممكن يشربه في اليوم يعني في يومنا بس انكترش عن ثلاث كوبات في اليوم عشان ما يقلبش ضدنا يعني تمام تمام برضو ملاحظة يا كابتن طارق ان كتير من الراديين او الشباب الصغيرين اللي داخلين الجيم بيوموت حمسين جدا عايزين يربوا عضلات ويربوا بقى الحاجات اللي يقول اه درياضي جدا فبيلجقوا للطريق المختصر يا استاذ ايه البودر والحؤن طيب هل ده مفيد تنصحهم بي او ايه مشاكلوه بقص حضرتك اقولك حاجة البودر عامتا ده مكمل غزي احنا عندنا طبعا الجسم يعني كأناصر بينتج يعني الجسم بينتج حاجات كتير جدا وفي حاجات ما بينتجهاش البودر بالنسبة البودر ما فيش مشكلة بس ليه السليم عشان ما احنا متفقين للنسان السليم النسان المريض يروح لدكتور يبشر معاه اي مرض اي مرض اه عشان انا بتكلم على السليم عشان كلامي بيتحسب عليك ما تحسبش عليك تمام البودر ده بيعملها عملية استشفاء بعد التمرين عندنا الياب بتتقطع والعضل بيتكسر وعندنا بنحتاج اللي احنا بودر يدينا دخامة كمان عضلية ويدينا باور في التمرين فما بوش مشكلة الا اذا فيه ممكن نوع معاه بس كرياتين بيحتاج مياه كتير عشان ده بيحمل على الكلام نيجي للحؤن الحؤن طبعا اللي كنت اتكلف في وضوع الحؤن ده عامل مشكلة كبيرة قوي اللعيب في بدايته انا كشاب مثلا لسه بتفرج على التلفزيون او في التواصل الاجتماعي والكلام ده بابوس تلاقي لعيب عامل ضخمة عضلية هايلا على طول الاول حاجة مفكر فيها الحؤن ما عرفش الحؤن ممكن تعمل ايه الحؤن ممكن تجيبلك امرات كتير جدا ممكن تضرب لك الكلاه ممكن تضرب لك الكب ممكن تضرب لك يعني عامل خطر وابعدين ده دخيل انا يستبدله بايه لو هيستبدله الحؤن، يستبدله بايه لا مش يستبدله بقى انا اقولك حاجة كويس اوي احنا ممكن نعلي على فكرة احنا عشان ملساش احنا عندينا حاجة اسمها لسه يلك عليها هيرمون التيتستيروم ده المفروض بيبقى مرتفع لما يبقى مرتفع ده المسؤول عن ايه هيرمون التيتستيروم الاول ستواجده فين؟ في الغدة فوق الكلوية عندنا حاجة اسمها الغدة فوق الكلوية وموجود بيبقى في الخصية بشكل رئيسي بيلتج نفسه احنا لما يدخل بحقا بنعطل بيوقف انتاجه فممكن مع الايام وكلام ده يعمل لنا ايه انخفاض دروب طبعا طبعا يجي من التدخل في بروستاتا عجز في القدرة الجنسية ضعف في بناء العضل احنا بقى عندي حل اللي كو حلوة اوه هنعمله احنا عوزين نعلي هيرمون التيتستيروم للليلة كلها منصبة على الهيرمون ده فيه عندنا اربع هيرمونات مسؤولين عن الهيرمون ده ايه هو هيرمون الكرتزول هيرمون الكرتزول ده لازم يبقى بشكل ملخفض عشان التانية يبقى عالي ده التوتر مسؤول عن التوتر النوم 8 ساعات الضغط العصبي لو احنا زبطناهم يبقى عالي هيرمون الاستروجين ده بيبقى على فكرة عند الست وعند الراجل بس عند الست اعلى سنة يبقى اعلى يبقى اقل سنة هيرمون الاستروجين هيرمون الهيرمون النيمو برضو ده المفروض يبقى عالي هيرمون الانسولين هيرمون الانسولين لازم نبطل السكريات ده مسؤول عن السكريات على فكرة هنبص نلاقي الهيرمون ده برضو اللي هو التوتسترون عالي هيرمون النيمو علينا بقى فيه مش عارف صورة بعد تهالك تقريبا ها تبرين اللي هو السكوات او ديد ليفت او رفع المميتة ده بيعلي الهيرمون ده لما بيقلى بيمسؤول عن الضخامة العضلية حاجات دي كلها احنا لو عملناها عارفك عشان ملساش برضو هيرمون الاستروجين ده زنك يعني يأكل كويس بروتين لحمة حمراء بيد سمك كذا كذا حاجات دي كلها يعني كلها حاجات طبيعية حاجات طبيعية وربنا بدينا طبيعة والعاد معينة ببا يعني مش اي حاجة باشيلها اه لا بص عمتا هرمون النمو لازم يبقى عالي عشان هرمون التغسطرون يبقى عالي ولما هرمون النمو يبقى عالي لازم نلعب رياضة ورياضة عنيفة مش رياضة خفيفة رياضة عنيفة دي بترفع لك الهرمون بالزادة منير الرجل اللي الناس كلها ما بتلعبوش كابتن رياض فيه طبعا فيه الستات الحامل ده من بنلاقي عندهم كرش وده طبعا تأثير الحمل بعد الولادة بنلاقي كرش عند الست من تأثير الحمل والولادة وكل ده فإيه الحل فيه أو إيه الألعاب اللي تلعبها لا الألعاب العادية التمارين اللي هي متبعة يعني احنا التمارين اللي هي ملعبها دي معروفة يعني تلعب التمارين اللي هي الجناب التمارين اللي هي السفلية العلوية مع النظام الغذائي احنا اتفاقنا للكرش خلاص إيه نظام غذائي من تأثير الولادة طبعا أكيد دي الست بيصبحها التراغل ده بيديع مع الوقت مع التميين ومع برضه النظام الغذائي فكرة بيديع مع الوقت ليه علاج يعني كلها بطل واحد انتقذك على البطل المتراهلة اللي هي بعد الولادة من كتر العمليات بعد الولادة يعني بطن الحمل بي تبقى طبعا لأن البيبي بتبقى كبيرة بعد الولادة بتخصي ان هي ما فيش بعد الولادة في فترة لما تخف صح اه برضه تبدأ ما ما ينفعش بعد الولادة تتعمل عليها لا 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 هي سايبة تأثير برضه مع تأثير ملاحش علاج غير اللي أنا بقوله لك نظام غذائي وتمارين اللي أنا مش هالفة علينا هشرحها يعني مش هالفة علينا لازم أعملها تفاهم القصة؟ تمام برضه في سؤال بنلاحظ معظم أبطال كمال الأجسام بيلعبوا على الجزء العلي أهم حاجة عندهم يخشوا الجيم يلعبوا على الجزء العلي وسايبين الجزء الصفلي خالص طب ليه؟ ما احنا لازم نلعب طوصل على الجسم كله على الجسم كله عشان يطلع كله منتظم أنا أقولك فكرهم هم هيفهموني لما يسمعوني تمام لأن أنا عاوز أوصل عاوز أوصل بسرعة وما فاكرين الرجلة اللي ما أبعبها بتأخر عاوز أبني فوق معي أنا عاوز بأكثر وقت ممكن اللي أنا أبني فوق فبقى بلعب بأتمرن بأتمرن فوق الرجل حطيفة احتقانهم هتعطلهم الرجل من أهم زاوية أهم تمرينة في الجسم كله ليه؟ الرجل دي لو أنت بوزن عندك مشكلة في الوزن بتعملك عملية حرق بتحلالك 600 سوار حرارية طبعا من الرجل لسه أنا بتكلم عنه من شوية مهم جدا لهيرمون التيتستيرون بيفضل عالي معايا وبالتالي بيبني لك بيعمل لك ضخامة عضلية تمام فطبعا يعني دايما بمثله بإيه؟ بالعمارة اللي هي ملهاش أساس الرجل عمارة ملهاش أساس وبعدين برضو كان شكل عام كان شكل عام يعني المفروض بقى أنت يعني موضوع الرجل ده مهم جدا اللي انت تمشي برضو يعني شكلك كده بتناسك مع عضلات بطنك مع رجلك مع جسمك احنا بلاقيهم رفاق جدا من تحت ايه بلاقي فوق ضخم جدا ومن تحت سيكون ما فيه سيكون ما دي دي مشكلة خليبالك وكشكل عام حتى اه طبعا مش مش لطيف مش محبة زيانا لأ اه شكلة مش كويس كوريس ضخم جدا واللاقي من تحت ما فيه ايو ايو كابتن رياض هتحب تنسح ايه بالجمع يعني تنسح ايه للمشاهدين والله انصحهم بالالتزام برياضة كاكل وارعاب يعني عشان برضو هم اه مالك بالتزام بالرياضة ما ينفعش اللي احنا نبقى قاعدين اه صمتين كده يعني قاعدين ما بعملش حاجة ما ينفعش الكلام ده لا لازم حرك جسمنا نحرك الدورة الدموية اه لو ما فيه جيم عندك في البيت ممكن تتمرن اه لا وعندك ممكن الكارديو بخلاش يعني ممكن تتمشي تلعب حبل الحبل ده متواجد في البيت مهم جدا اي حتة اه اه ونبعد بقى عن الصاحب السوق ونبقى احنا ماشيين مظبوط يعني برضو لحظنا السمنة السمنة دي مشكلة العصر كلنا بنعاني منها اه انا عندي سمنة اروح للدكتور اقولي يا دكتور انا عندي سمنة على طول يروح عامل ايه كاتبلي على برشام تخصيص طبعا انا عندي دوتو مش عليك بستة ريادة احنا اتشرفنا بيك وقت الحلقة الجديدة اللوقت الحلقة الاسم اه اه اي احنا بيك بسنا معلش بقى وقت الحلقة خالص كان نفسينا نعلكك حاجات اكتر واكتر بس معلش انتظرونا في حلقة جديدة من بالنامج اصرار الحياة